السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرائم الحرس الثوري الإيراني بالقتل وبنشر المخدرات عبر العالم سأسردها عليكم بدقائق هذا بمناسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية متأخرا أكثر من 20 عاما ولازالت الحكومات في الدول الغربية متخلفة عن اعتماد هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات اللازمة بحق الحرس الثوري وبحق إيران منذ أن بدأت الدول الغربية تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي لمخالب إيران وتحديدا لحزب الله والحجر الشعبي كنا نعرف بأنهم يضحكون على ذقوننا يكذبون علينا ينافقون يتسطرون على جرائم إيران ومخالب إيران وتوابع إيران في المنطقة العربية اختصار شديد بدأ نشاط الحرس الثوري الإيراني عندما أسس منظمة الجهاد الإسلامي مطلع الثمانينيات ونفذ عدة عمليات باسم منظمة الجهاد الإسلامي وللتمييز منظمة الجهاد الإسلامي شيء وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي أسسها المرحوم فتح الشقاقي شيء آخر ولكنهم حاولوا سرقة الإسم قبل أن يختطفوا حركة الجهاد الإسلامي وتحت هذا الإسم نفذوا عدة عمليات في بيروت عندما فجروا مراكز القوات الإيطالية والفرنسية وقتلوا مئات الجنود الإيطاليين والفرنسيين عندما كانوا هؤلاء قادمون إلى بيروت باتفاق دولي من أجل حماية المدنيين الذين انتهكت أرواحهم قوات لحد والقوات الإسرائيلية في مجازر صبرة وشديدة منذ ذلك الوقت وجدت إيران أنه لا بد من تأسيس تنظيم إرهابي يقوم بعمليات إرهابية من أجل تأليب الغرب والرأي العام الغربي على الأمة العربية وقضاياها وبعد ذلك وجدوا أنه من الأنسب أن يتحالفوا من تحت الطاولة سراً مع تنظيم القاعدة فنفذوا عدة عمليات في الخبر وفي غيرها وفي الرياض وفي غيرها من المناطق في السعودية وفي غيرها من الدول العربية تحت عنوان تنظيم القاعدة وصلوا إلى ذروة مؤامراتهم من أجل تدمير العلاقة بين الوحش الغربي المتمثل بالولايات المتحدة وبين الدول العربية وصلوا إلى ذروة تأمرهم بتنفيذ عملية 11 أيلول التي قتل فيها أكثر من 4500 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في الحالي 10 من أيلول عام 2001 وبعد ذلك قامت القاعدة بدعم إيراني وتخطيط إيراني بتنفيذ عمليات عديدة في الدار البيضاء وغيرها من الدول ضد الولايات المتحدة الأمريكية هذه هي نماذج من عمليات الحرس الثوري الذي أسس الميليشيات الإرهابية أيضا في العراق والتي قتلت العراقيين أنا أعطيكم نموذجا واحدا عن تصرفات الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات العراقية التي تمولها إيران في العراق نموذج واحد لا يتحدث عنه أحد مؤخرا خرج علينا الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي لكي يعترف بأن شرط الدخول إلى حكومة السوداني هو معرفة مصير 12 ألف معتقل سني اختطفهم من بيوتهم بعد ضحر داعش على يد الميليشيات العراقية التابعة لإيران وقال البلاغ النهائي والكلام النهائي لنا حول مصير هؤلاء هو لا تسأل عنهم أي أنهم قتلوا وكانت معلومات كثيرة قد تحدثت عن قتل هؤلاء وتعذيبهم بالدريل وشويهم بالنار وممارسة الاعتداء الجنسي عليهم رجالا ونساء وأطفالا 12 ألف مدني عراقي لا أحد يعرف مصيرهم اعترفت حكومة السوداني للحلبوسي بأنهم قتلوا وحتى الآن لا أحد يعرف أين دفنوا هذه من جرائم الحرس الثوري الإيراني ومن جرائم الحرس الثوري الإيراني قتل آلاف مؤلفة من المدنيين في سوريا في حلب وفي القلمون وفي غيرها من الملاطق والفيديو شهير الذي كان يتحدث عن تنفيذ الفتوى الشرعية في قتل هؤلاء حتى الأسرى قتلوهم وكانوا يتحدثون فيما بينهم والتسجيل موجود ومنشور بأنهم ينفذون الفتوى الشرعية هذا هو الحرس الثوري الإيراني بعد سلسلة القتل والجرائم التي ارتكبها في عدد من الدول العربية وعدد من دول العالم بما في أحداش أيلول التي تحدثت في الحلقة السابقة كيف أن الذي كشف التآمر الإيراني ودور إيران في دعم تنظيم القاعدة هو عادل الجبير الذي حاولت إيران أن تقتاله أيضا في الولايات المتحدة بعد سلسلة الجرائم والدماء الكثيرة التي أريقت باسم الإسلام وأريقت باسم العرب ولكن بدعم إيراني بعد كل هذه الجرائم وكشف هذه الجرائم ظل الغرب صامتا وليم يتخذ خطوات حقيقية وجدية تجاه إيران وقرار البرلمان الغربي بأغلبية حوالي 558 صوتا وامتناع 30 ومعارضة 9 يعني الأغلبية العظمى هو قرار تافه لأن هذا القرار لا يرقى إلى مرحلة التنفيذ ولا يرقى إلى مرحلة الإجراءات الحكومية نعمل أن يرقى إلى ذلك ولكن كل هذه الجرائم التي استمرت على مدى أكثر من 20 عاما بقيادة الحرس الثوري الإيراني وتمويل إيران وتدريب إيران وتخطيط إيران كل هذه الجرائم اليوم نجد أن يعني بدأ الغرب يعترف بجرائم الحرس الثوري طيب وماذا عن جرائم المخدرات المخدرات التي غزت فيها إيران كل دول المنطقة بل كل دول العالم المخدرات الإيرانية وصلت إلى كل دول العالم اختراع الكابتاجون هذا اختراع إيراني وصل إلى كل دول العالم إلى كل شعوب العالم إلى كل بسطاء العالم إلى كل أطفال العالم وصل إلى المدارس وصل إلى أن يكون في حبات الشوكولات وحبات البنبون للأطفال في كثير من دول العالم وهذا منشور ومعروف ومشهور كتيبة كاملة من الميشيات التابعة لإيران هاجمت الأردن لإدخال الكيبتاجون وواجهها الجيش الأردني كأنه يواجه جيشا يقتحم الحدود كل هذا والعالم صامت لا ينبس ببنت شفا حتى الإعلام الغربي لا يتحدث عن جرائم الحرس الثوري لم يتحدث عنها في السابق ولا يتحدث عنها اليوم ولا ندري إن كان سيتحدث عنها في المستقبل الآن بعد قرار الاتحاد الأوروبي لعله حجر في المياه الراكدة لعله صرخ من البرلمانيين الأوروبيين تجاه حكوماتهم المتواطئة مع إيران والمتخاذرة تجاه إيران ولذلك نحن نأمل بعد كل هذه الجرائم جرائم الدم وجرائم المخدرات والكيبتاجون نأمل أن نتحرك البرلماني الأوروبي والشارع الأوروبي ويؤدي هذا إلى تأثير على الحكومات وقرارات الحكومات للستراتيجية التي تقود المؤامرة في بلادنا تقود مؤامرة دعم إسرائيل وتقود مؤامرة دعم إيران وتقود مؤامرة من يخدم على إسرائيل وإيران في المنطقة ألا وهو التنظيم الدولي للإخوان الوسلمين نأمل أن تكون اللعبة قد انكشفت ونأمل أن يكون تصويت الإتحاد الأوروبي هو دليل إضافي وجديد وحقيقي لمن لم يقتنع بعد بأن يعرف الحقيقة ويعرف حجم التآمر ويعرف طبيعة المعركة التي تقودها الدول الغربية بهذه الرؤوس الثلاثة بهذه الأفاعي الثلاثة تجاه أمةنا العربية والإسلامية أعتقد بأنني يعني تحدثت عن جرائم الحرس الثوري عن أبرز جرائم الحرس الثوري وهي لا تعد ولا تحصى من الصعب أن تعد وتحصى في حلقة قصيرة أو في كتاب والله لو وضعنا عشرات المؤلفات عن جرائم الحرس الثوري فلن نخصيها كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته